السلام عليكم بعد الصلاة والسلام على رسول الله مرحبا بكم على قناة وصفات أمي الغالية نتمنى تكونوا بصحة جيدة وانتم تشاهدوا فيديو اليوم وصفتنا اليوم رح تكون عبارة عن وجبة غدا ولا وجبة عشاء والأهم تجيب بنينا بزاف ومذاقها جد رائع نتمنى تشربوا هذا الوصفة ومتأكدة رح تعجبكم ما نطولش عليكم وعلى بركة الله نبدأوا مباشرة في الوصفة تامة كما رأيكم تشوفوا المقلة نحطها فوق النار نحط فيها الزيت نخليها حتى تسخن ملح والبطاطا قشرتها قطعتها مربعات ما تخشنوهاش بزاف باش تطيب ويجيب بنينا في القغاة نبدأ نقليها من بعد ما نقليها بالنحيها ودائما في نفس المقلة نزيد نقلي الزوج حبة قرعة قطعتهم مربعات ميراني نشوف فيها قطعتها مثلاثات هنا ممكن تعبضوها بالجزر مبشور ولا بدنجال ولا السلق على حسب الرغبة كما نقولكم دائما ديروا وش عندكم في الدار ومن المستحسن هنا ما تكتروش الزيت من داريا في هذا القغاة ندير البطاطا والقرعة والبدنجال اليوم ما هوش متوفر عندي في الدار ندير بهذه المكوينة كما رأيكم تشوفوا هنا من بعد ما قلتهم المقلة تحنا نحي كامل من هالزيت نزيدو شويا تاع الملح والفلفل الكحل والبابريكا تقدروا تعوضوها بشوية تاع الهريسة ونخلطوهم مع بعضهم البطاطا من بعد ما تاخذ اللون الأحمر نحيها من المقلة نمسحوها نحطو فيها شويا تاع الزيت ونزيد البصلة هنا إذا كبيرة نديروا النصف وإذا صغيرة تديروها كامل نقلي البصلة نتعنا من بعد ما قلتها نزيد 150 جرام لحم مفروم تقدروا تعوضوه بالجج نكمل نقلي لفيونداشي مع البصلة ونزيدو حبة طماطيشة قشرتا ورحيتا وشويا تاع الملح والفلفل الكحل ونزيد ربع كاس تاع الماء ونخلط المكونات كلهم مع بعضهم ونخلي المقلة تاعنا على نار متوسطة حتى نطيبو الحشون تاعنا هنا شوفوا البنات من بعد ما طيبنا لفيونداشي نشوف كامل من هذا كل ما نحطوها لجنب نروحوا للخطوة الثانية نوجدو سلسطة البشامل كما راكم تشوفوا عندنا ملعقة كبيرة زبدة ضيبة نزيد لها زج ملاعق كبيرة تاع الفارينة وحبة فرماج نزيد شويا تاع الملح والفلفل الكحل نخلط المليح ونعاود نحط الكسر هنا بفوق النار نحمصو مليح الفارينة ونحيها هنا من بعد ما حمصتها نحيتها من فوق النار نزيدو كاسو نصف تاع الحليب هنا كماراكم تشوفوا الحليب دافي مشي لازم تديرو الحليب دافي تقدروا تديروه بارد ولا سخون ما يهمش نزيدو فصوم يعطينا واحد اللي بنا بزاف هيلة لسلسطة البشامل نعاود نحط الكسر هنا تاعي على نار هادئة مع التحريك المستمر حتى تعقد سلسطة البشامل والنحيها من المستحسن ديروها خفيفة ماشي ثقيلة هنا نجيبو صانية تاعنا اللي راح نطيبو فيها نحط فيها تقريبا خمس ملاعق كبيرة من سلسطة البشامل ونوزعو البطاطا والقرعة اللي كن طيبتهم كيف كيف نزيد نوزع الحاشو اللي طيبناه نحاول نوزعو بشكل متساوي هاكذا بهات الطريقة كي ما راكم تشوفو هاذ القرعة اللي بنات يجي بزاف هاي البنين بزاف يعني واحد الثوق من اربع ما يكون وهو سهل يعني توجدوه له ليه ليه ما ياخذش كامل منكم الوقت هنا نكمل نوزع سلسطة البشامل نحاول نوزعها كامل بشكل متساوي معكذا بهات الطريقة واذا ما تحبوش سلسطة البشامل تقدرو تعوضوها بسلسطة الجبن ولا بوش حبيته يعني ماشي لازم تديروها وفي الاخير نزيدو الفرماج بالنسبة للفرماج اللي درتو اليوم درت قودة وماشي لازم تديروه ديرو وش عندكم وفي الاخير نرشو عليه مع دنوس موجفف والبابريكا قرعة نتعنا كل شي فيه طيب ناخذ صنية نحطها في الوسط ونطيبوه في ميتين درجة حتى تتحمر سلسطة البشامل ونحيص صنية تعنام الفرن ونشوفو قرعة نتعنام في الشكل النهائي فيما بعد ان شاء الله اذا هذا هو الشكل النهائي القرعة اللي حضرته اليوم معكم هنا من بعد منحيته من الفرن وهو سخون زيت ربيت عليه شوية تعالفرماج كيما لكم تشوفو جا ما شاء الله هذا القرعة يجيب بنين بزاف ذوق مميز رائع جدا نتمنى الوصفة تعال نهار اليوم تنال اعجابكم وننصحكم بتجربوا هذا الوصفة سهلة سريعة فالتحضير توجدوها ليلة ما تخوش كامل منكم الوقت وتقدروا تغيروا في هذا الوصفة كيما قلت لكم تقدروا تعوضوا القرعة بجزر مبشور ولا تزيدوا بدنجال اكيد اذا عجبكم الفيديو ما تنسونيش باللايكات بارتاجي ومع لزامي بتاعكم للاستفادة واللي ما زال ما اشتركش في قناتنا ندعوكم للاشتراك وضغطوا على الجرس حتى يوصلكم ان شاء الله كل جديد من وصفاتي الاقتصادية والسهلة والسريعة ونشكركم بزاف على حسن متابعة وتعليقاتكم الجميلة والرائعة والطيبة الله يحفظكم ويساعدكم يا رب واذكروا الله وصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام انتهى الله في الوحياتكم في امان الله